مرحبا بكم في حلقة جديدة ناس كتير بتبعتلي تقولي يا دكتور أنا مش عارف أتعود على تركيبة الأسنان المتحركة أنا مش عارف أتعود على تقم الأسنان سواء تقم أسنان كامل أو تركيبة جزئية بما شابك الحقيقة إن التركيبات المتحركة بتحتاج وقت أطول للتعود عليها النهاردة هنقول 3 خطوات أو 3 نصائح حلوين جدا للتعود على تقم الأسنان حديث التركيب في أسرع وقت أول نصيحة هي أني أصبر على التركيبة لأن التركيبة محتاجة صبر وتفاؤل ومثابرة على لبس طقم الأسنان كل ما هلبس طقم الأسنان أكتر على مدار اليوم هتعود عليه أسرع وهتخطى مراحل تطبيع الطقم بسهولة طبعا طقم الأسنان أول لما بحطه بيحتاج من شهر لشهر ونص علشان يطبع فيه الفم وثباته يزيد وحركته تقل في الفم ويحط طبعته فيه الفم وعضلات الفك وعضلات اللسان تبتجي تتحكم في حركة الطقم في الفترة ديت محتاج طبعا إني أتابع الطقم ربما يكون في بعض التعديلات محتاجة تتعمل عند طبيب الأسنان تزيد من ثبات الطقم زي إن حوافه عايزة تطول حوافه عايزة تقصر محتاج تبطين أيا كان وطبعا ما باستخدمش اللاصق وما باستعجلش فيه استخدام اللاصق غير لما أفشل تماما إني أقدر أثبت طقم الأسنان بكل الطرق المتاحة في الفترة دي بتابع طقم الأسنان طبعا ربما يبقى فيه قرح والتهابات جروح رائحة فم كريهة حاسس إن فيه حاجة تقيلة في الفم غثيان وقيق زيادة في إفراز اللعاب كل الحاجات دي لها علاج وأنا اتكلمت على كل مشكلة في حلقة منفصلة إزاي أقدر أعالج مشاكل طقم الأسنان اللي بتظهر حديث التركيب وأتابع مع الطبيب فيه جلسات المتابعة لغاية لما أتخطى مرحلة التطبيع وطبعا مهم جدا إني ألبس طقم الأسنان على مدار اليوم بارتح منه بس من أربع لخمس ساعات على مدار اليوم وطبعا بخلعه قبل النوم إلا في مرحلة التعود البداية أو المبدئية إني أنا ممكن لو طقم أسنان كامل فوق وتحت ممكن أنام بيه بطريقة استثنائية لمدة أسبوع لحين التعود عليه لأن أنا طبعا لما بنام بالحاجة بصحى الصبح مش حاسس بيها وحس إني تعودت عليها والكلام ده لا ينطبق تماما على تركيبات الأسنان الجزئية اللي بمشابك ممنوع منعا بتا النوم بيها لا في مرحلة التطبيع ولا بعد كده وطبعا طقم الأسنان الكامل حتى لو نمت بيه استثنائي في أول أسبوع بعد كده برضو ممنوع النوم بطقم الأسنان تماما تاني خطوة أو تاني نصيحة هي إني ألتزم بالتعليمات والتحذيرات أثناء الأكل عشان أعرف أكل بطقم الأسنان لازم أبتجي أتدرج في الأكل بطقم الأسنان أبدأ بالأكل السهل، الطري، اللين، المهروس، المضروب، اللي محتوط في شربة السهل المضغ، السهل البلع، السهل الهضم كأني بتدرج فيه الأكل زي الطفل البيبي الصغير اللي لسه مفتوم وبنحاول نأكله واحدة واحدة كأننا بنتدرج فيه الأكل بالطقم ما يفعش إني أكل الأكل الصعب على طول بالطقم ده هيسبب لي إحباط وهيحط لود أو حمل علي أني مش عارف أكل بالطقم وهيجيب لي اكتئاب مهمة جدا أني أقطع الأكل قطع صغيرة أني أحط كوباية ميا أو كوباية عصير جنبي أو كوباية شربة وأخذ رشفة بسيطة مع الأكل ده بيطريلي الأكل وبيسهلي عملية المضغ وتقليب الأكل مع الطقم مهمة أني أكل كميات بسيطة مش كميات بسيطة في الواجبة ولكن كميات بسيطة في الملعقة يعني أحط كميات بسيطة في الفم علشان أقدر أن أمضغها بسهولة ومهم إني أعود نفسي إني أكل على النحيتين بالتساوي أو أكل على الجانبين بالتساوي وتالت خطوة أو تالت نصيحة هي إدباع التعليمات والتحذيرات في الكلام بطقم الأسنان طبعاً أغلب الناس لما بتستلم طقم الأسنان بيبقى فيه صعوبة في الكلام تلعثهم في الكلام مش عارف أتكلم مش عارف أنطق الحروف مخارج الحروف عندي مش واضحة والناس مش فهمة كلامي خاصة فيه حروف السين والسه والشين كل الحاجات دي بتطلع مش مظبوطة وأحياناً بتطلع بصفير لازم نتدرب على الكلام بالطقم بأننا نجمع كل الكلام الصعب في ورقة نجمع كل الحروف الصعبة كل الأرقام الصعبة ونبتجي قدام المراية نرددها مرة واثنين وتلاتة وعشرة لغاية لما النطق بتجي يتحسن معايا أسجل لنفسي فويس على الموبايل وأشوف كل الأخطاء اللي بخطأ فيها أثناء الكلام أشوف حد موثوق فيه أقدر أكلمه في التليفون يلاحظ لي كل مشاكل الكلام ممكن كمان برضو الفترة ديت أقرى جرائد بصوت عالي أقرى كتاب بصوت عالي ألقي شعر بصوت عالي أياً كان بحيث أتدرب على الكلام ما يجيب لناش إحباط عدم القدرة على الكلام بالطقم في بداية حديث التركيب طبعاً دا شيء طبيعي وهياخد وقت على بال ما بتجي أتدرب على الطقم طيب الوقت دا قد إيه أو المدة دي قد إيه زي ما بقول كده بالبلدي أنت وشطرتك لو أنت هتتكلم بالطقم كتير وهتمارس الكلام وهتقرأ وهتكلم الناس وهيبقى عندك صبر ومصبرة ممكن خلال أسبوعين ثلاثة بالكتير تكون اتدربت على الكلام أما لو إنك مهمل ما بتحاولش تبزل أي مجهود للتعاود على الطقم فربما ياخد منك ست وسبع شهور وسانة كاملة وبرضه بتتلعثم في الكلام وبرضه مش عارف تاكل بالطقم وبرضه طقم الأسنان مش ثابت فيه الفم فأرجع وأقول كل واحد وقدرته وشطرته زي ما بنقول وصبره ومصابرته على لبس طقم الأسنان وتخطي مرحلة التعاود على الطقم سريعا أتمنى تكون حلقة النهاردة فادتكم ولو في حد عنده أي سؤال أو استشارة طبية يكتبها لي فيه التعليقات برد على كل أسئلتكم واستشاراتكم الطبية ما تنسوش دعم القناة عن طريق اللايك ترك تعليق مشجع أسفل الحلقات وأشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله